بسم الله الرحمن الرحيم توجيهات ومقررات الجلسة التاسعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات العراقية الاثنين هدعش أيلول عام الفين وثلاثة وعشرين توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء أولاً وجه السيد رئيس مجلس الوزراء المحافظات كافة بتهيئة المستلزمات الدراسية للجامعات والمدارس ورياض الأطفال وتطوير أساليب التعليم وذلك مع قرب بدء العام الدراس الجديد ثانياً واستعداداً لفصل الشتاء المقبل وتوقع وفرة بالأمطار في جميع المحافظات تم التوجيه بتهيئة خطط الصيانة وإدامة منظومات الصرف الصحي وتلافي حالات غرق بعض المناطق ثالثاً مراعاة الأولوية لمشاريع البنى التحتية كمشاريع الماء والمجاري والصحة والتربية والتعليم التي تدخل ضمن أولويات البرنامج الحكومي رابعاً تقييم رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات خامساً قيام المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة ووزارة الصحة لمراقبة وتدقيق الإجازات الممنوحة للمستشفيات الأهلية والصيدليات ومراكز التجميل والعاملين فيها سادساً ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي في المحافظات وتطوير البنى التحتية ودعم تنشيط الحركة السياحية عبر تخصيص حيز من موازنة المحافظات لهذا الغرض مقررات الجلسة التاسعة واحد قيام محافظات البصرة ذيقار ميسان المثنى الديوانية واسط بابل النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وديالة ونينوة بتقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين وفق المادة 32 من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 لإكمال تأهيل المباني المستلمة من قبل وزارة الدفاع وتزويدها بالمعدات والأجهزة اثنين تخصيص المحافظات قطع أراضي للمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات بواقع 20 دونماً في بغداد إلى المديرية العامة و10 دونماً إلى مديرية شؤون المخدرات في كل محافظة بما فيها بغداد لإنشاء مقر وموقف ومصحة في كل مديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة الثلاثة قيام وزارة الصحة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة إلى مراكز التأهيل للعمل بمعالجة المتهمين بتعاطي المخدرات أربعة قيام المحافظات بصرف المكافآت المخصصة للمفارز الضابطة للمواد المخدرة وفق المادة 44 من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 خمسة تخصيص مبالغ مالية من موازنة المحافظات لتأمين متطلبات مديريات شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات من الأجهزة والمعدات ومفارز الكلاب البوليسية كيناين والاحتياجات الأخرى المتمثلة بالبنى التحتية والحملات الإعلامية ودعم المصادر السرية ستة التأكيد على قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم 18 لسنة 2023 المتخذ بالجلسة السابعة للهيئة سبعة قيام وزارات الداخلية والتخطيط والصحة بإعداد تصاميم موحدة لبناء مراكز إيداع المتهمين وإرسالها إلى المحافظات لغرض إدراجها ضمن خطة مشاريع المحافظة لعام 2023 قرار تشكيل لجنة من دائرة عقارات الدولة ومديرية الأراضي في وزارة الزراعة والمديرية العامة للبلديات في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد تسهيل نقل ملكية الأراضي المخصصة للمدن الجديدة تقديم قائمة بالمتطلبات المالية والإدارية لإنجاز ذلك قرار شمول مرضى السرطان بتخصيص قطع الأراضي السكنية وفق ضوابط تضعها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بعد مصادقتها من قبل رئيس مجلس الوزراء شكرا